الشعر وجدلية النثر هناك من يرى النثر يدخل في باب القصائد يدخل في باب الشعر وهناك من يراه فنا مستقلا بذاته يا أستاذ محمد جدلية الشعر والنثر أو جدلية قصيدة النثر في الشعر العربي نعم فصل الخطاب في المسألة عندك صحيح من وجهة نظري أنا أن الشعر فن من الفنون الأدبية والنثر فن آخر من الفنون الأدبية لكن حمزة أكيد عنده حديث مختلف يعني الشعر وصل إلى قصيدة التفعيلة وتوقف عند النثر عندك حديث مختلف في هذا الموضع طبعا ليس بالمختلف أستاذ مصطفى ولكن لو قلنا على سبيل المثال أن قصيدة النثر لا نصنفها نظرا للقواعد الشعرية لا نصنفها شعرا ولا حتى بكاتبها شعرا ولكن دعني أقول لك في جزئية بسيطة أن قصيدة النثر وكتب علي الكبار من الشعر العرب أحيانا نجد الصور الشعرية التي تفوق صور القصيدة العمودية لا خلاف على ذلك نعم نحن لسنا مختلفين على ذلك الفكرة في المسمى الفكرة في إقحام فن بفن آخر هناك فن الشعر الشعر ديوان العرب والشعر هو مصطلح عليه الأولون وكذلك الآخرون هو كلام موزون مقفى يؤدي إلى معنى الإشكالية هي أن تسمية قصيدة النثر النثر ليست قصيدة النثر فن فن ولكن لا نطلق عليه قصيدة النثر نطلق قصة قصة قصيرة خاطرة أما قصيدة فن آخر هو الشعر فن آخر يعني أنا أريد أفهم لا يختلف هذا الموضوع عن هل المسألة مشكلة مسميات يعني هل فقط الفكرة مشكلة مسميات مثلا جماعة النثر يريدون أن يطلقوا على أنفسهم الشعراء فقط هكذا لا شك هل أصبحت كلمة أديب أو كاتب معيبة مثلا لا شك أنا أستفسر عند البعض أستاذ مصطفى المتعصبين أقصد المتعصبين لمن يصدروا في هذا المشهد ويضعونه في كادر آخر غير الكادر أما أتحدث مثلا ليس على المسوى الصحة العربي ولكن أتحدث على وجه الخصوص في ليبيا نحن في ليبيا نقيم أمسيات ومهرجانات في نفس اللحظة شاعر النثر مع شاعر العمود مع شاعر التفعيلة عاد ليقول شاعر يا حمزة يا حمزة افهمني رجاء نحن لا نعترض على هذا الفن أنت تعترف بالنثر فن أم لا؟ فن طبعا تعترف بالشاعر أنه ديوان العرب أم لا؟ أكيد طيب هل ينفع أن أزاوج بين اثنين وأعتبرهما واحد؟ لا لا الأخ حمزة يقول أو أعتبرهما واحدة؟ لا يصح هو ليس واحد يا أستاذ مصطفى ولكن أقول لك أن المعاملة في الأمسيات خاصة والمهرجانات يقدم شاعر العمود ويقدم الناث العربي هل هناك مشكلة في هذا أن يقدم شاعر النثر ويقدم شاعر الفصيح؟ أنا رأيت في بعض البلدان أو أن يقدم أفهم كاتب النثر وأن يقدم من يكتب الشاعر الفصيح؟ صحيح الأخ حمزة يعني هل المشكلة مشكلة من بر يا أستاذ محمد؟ الأخ حمزة يقول أن قصيدة النثر أو كما هو يقول قصيدة النثر بها من الإبداع والصور الخيالية هذا لم أعنع ولكن لا تسمى قصيدة يختلف الشعر عن النثر النثر أدب راقي وفن راقي حتى في الجاهلية قص بنساعد الأياد أبو حيان التوحيدي أبو حيان التوحيدي مستفى صدق الرافعي في زماننا ولكن هل نطلق شاعر على النثر؟ أنا أعتقد يجوز إذا أجاد الشعر فهو شاعر إذا أجاد الشعر إذا أجاد الشعر المقفى بأوزانه يطلق عليه شاعر لأن النثر شعر وشعور فنستطيع أن نقول هو شاعر ولكن إذا قال فقط النثر هناك الشاعر الراوي له شعر وله رواية فنطلق عليه الشاعر والرواية نعم كلام سليم حمزة أنا أريد أستفسر يعني خلينا ندوب الليبي مثل ما تقولون يعني بنفهم منك بجد هل المشكلة مشكلة مصطلح فقط؟ قصيدة؟ هناك قصيدة شعرية موزون وهناك نص نثري لماذا يصر كثير ممن يكتب النثر على أن يطلق مسمى قصيدة على نص غير موزون غير مقفى ولا يدخل في باب الشعر هل الأزمة أزمة مسميات؟ هي ليست أزبط مسميات سيد مصطفى ولكن نرجع إلى النقطة الأولى اللي هي سيد مصطفى من تصدروا المشهد وأساءوا لهذه الجدلية هناك من جماعة القصيدة الموزونة يعني جعلنا جماعة؟ نعم أنا أقول هناك أشكالية نعم صحيح صنفنا جماعة نعم يعني هل نحن صنفناهم جماعة؟ أو عفوا هل نحن تحدثنا عن من يكتبون النثر على أنهم جماعة ونحن جماعة ومن يكتبون القصة جماعة ثالثة؟ صدقني لسنا جماعات على هذا الأساس صنف جماعات صدقني ولدينا كثير من الأشخاص ولا أستطيع أن أذكر أسماء أسماء عربية كبيرة يطلعوا في فيزيول مباشرة أو يحكوا عن وهجوم يكاد يكفرون النص الناخلي وهذه حقيقة الأدب العربي الشعر الشعر فيه فنول عديدة فن الرثاء وفن الفقر وفن المعارضة التخميس والتسديس وهناك المعارضة وهناك المطارحات الشعرية وهناك البخور المجزوء وغير المجزوء أيضا في النثر هناك القصة والقصة القصيرة والرواية والمقالة النثر فن قائم بذاته وفن راقن أما فعلا هناك إشكالية في المسميات لماذا يسمونه قصيدة يا أستاذ محمد؟ هو ليس كذلك لذلك أقول لك هناك إشكالية في المسميات قصيدة النثر أنت أدخلت فنيني من فنون الأدب في بعضهما البعض بالضبط تخيل لي يا حمزة جاء مصطفى مطار إلى ليبيا ووقف في منتصف طرابلس في ميدان شم في ميدان مشهور عندكم كثير؟ ميدان الشهداء ميدان الشهداء نعم ووقف في منتصف ميدان الشهداء وقال يا جماعة يا ليبيين أنا هنا في قطاع غزة حرية شخصية حرية شخصية أين المشكلة؟ ماذا سيقول الليبيون؟ هو لا جغرافية تسمح ولا أخناه ماذا سيقول الليبيون أجبني؟ يقول لك لا أحسن أنت لا اشتفي رضي طيب كيف لنص نثري نطلق عليه مسمى قصيدة وهو ليس كذلك؟ أجبني وهناك من يسمي المجموعة النثرية على فكرة ديوان أيضا وللأسف يعني ممكن في المطابع في الوطن العربي تطلق على هذه المسميات المسمى يخرج من مطبعة أو من دار نشر على هذا الأساس تجد مجموعة نثرية مكتوب تحت منها بعد أسم الشاعر وأسم الكاتب وأسم العنوان المجموعة يكتب عليها ديوان شعري حسب معلوماتي البسيطة أستاذ محمد حتى تسمية ديوان هي تسمية خطأ تسمية ديوان تنطبق على الأعمال الكاملة للشاعر أو الأديب أليس كذلك؟ الديوان حتى بأدة قصائد يعني ليس بالضرورة أن تكون أعماله كاملة يعني عدة قصائد يطلق عليها ديوان يصح مجموعة شعرية أن يسميها ديوانا شعريا ديوانا شعر ولكن الحديث الذي دار هو أن لا يطلق ديوان على نثر يسمى يطلق على المجموعة نثرية مثلا الإسم الذي يطلقه عليه نصوص نثري الكاتب وقصيدة النثر أنا أسميها الخاطرة خاطرة أو عدة خواطر هي شكل مطور للخاطرة أستاذ محمد هي عبارة عن خاطرة طويلة بعدد أسطورها فقط أين الجديد في النثر حتى نقول إنه قصيدة يا حمزي لماذا نسميه قصيدة؟ لا أستطيع أن أجتاز القواعد التي جاء بها العرب الأولون ولكن عندما نقول قصيدة نثرية تدخل على نص نفترض مثلا على سبيل المثال درويش أو أحد من كتب على النثر لو تلاحظ في سلسلة النص في بناء النص في الاستعارات في التشبيهات في كل شيء يوجد شيء من الجمال ويكاد يفوق أحيانا يفوق القصيدة العمودية أو قصيدة التفعيلة وهو أمر موجود وحقيق يعني هل أفهم أن من يكتبون الشارع الموزون الفصيح العمودي المقفى ينكرون الجمال في النثر مثلا أو فيما تسمى قصيدة النثر أنا شخصيا لا ينكرون الجمال نعم ولكن هناك أستاذ محمد في بداية الحلقة قال لك هناك الكثير من النصوص النثرية فيها من الجمال ما فيها صحيح من الذي استكثر عليك الجمال مثلا أو من الذي استكثر على من يكتبون الشارع أو عفوا من يكتبون قصيدة النثر كما تسمونها أو كما يسميها كتابها كي لا يغضبك هذا القول محمود دروش أيضا أتعلم قصيدة النثر من الذي قال أنه لا يوجد فيها مشاعر لا يوجد فيها شاعرية لكنها ليست شعر ليست شعر ليست شعر نعم أنت إذن تقر بذلك أنا أقر بذلك طبعا جميل بالنسبة لتجربة محمود درويش يعني محمود درويش قال القصيدة أو كما تقول أنت القصيدة النثرية هذه خواطر ولكن محمود درويش له قصائد موزونة ومقفاة شاعر نستطيع أن نقول شاعر لا نقول شاعر وناظر نقول الشاعر محمود درويش يعني صفة الشاعر تقرب على النثر نعم صحيح الشاعر محمود درويش كتب في النثر وكتب الشاعر الموزون صحيح وكتب الشاعر الموزونة المقفة صحيح الشاعر العمودي أقصد صحيح حتى أنه في يوم ما قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة هو يتجاوز في هذه اللفظة المكان هو يريد أن يقول إن الكلمة مهيئة للخلد إذا ما كتبتها من وجدان صادق تنبع من قلب نقي صادق ينتمي إلى تربة وطنه أينما كان هذا الرجل لكن الآن هناك إشكالية للأمانة إشكالية حقيقية في موضوع النثر أنا أعتقد أننا نحن تجاوزنا هذه الإشكالية الآن سنعرف إذا تجاوزنا الجميل حمزة عرفنا رأيه حمزة عرفنا رأيه ولكن هناك قضية أخرى أريد آراءكما ورأيي أنا أيضا سأبدأ برأيي فضل افهم عليك أنا سأبدأ برأيي الآن فيما يتعلق بفكرة أن الشعر ديوان العرب نحن متفقون على ذلك نعم هل النثر يتضمن تاريخ العرب؟ يتضمن فروسيتهم؟ طبعا يتضمن حقيقتهم حياتهم تاريخهم؟ طبعا هل يضمن هذه القيم؟ هل النثر يستطيع أن يضمن هذه القيم؟ واضعا رأسه برأس الشعر؟ جميع الكتب غير الشعرية نثر أنا متفق معك أنا أتحدث عن النص النثر الذي يقال إنه يتضمن جملا شعرية أو شعورية هل هذه النصوص بهيكليتها وطريقتها وشكلها وطريقة تقديمها هل هي قادرة على استيعاب ثقافة وحضارة وتاريخ أمة بأكملها؟ أكثر من الشعر أكثر من الشعر أكثر من الشعر هذا ما ترى طبعا أنا أختلف معك تماما طبعا أكثر من الشعر أقنعني برأيك أنا أقنعك برأيك سجل أنا عربي سجل أنا عربي جميع الكتب سجل أنا عربي ورقم بطاقة خمسون ألف وأطفال ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف فهل تغضب؟ سجل برأس الصفحة الأولى سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس سجل برأس الصفحة الأولى أنا لا أكره الناس ولا أعد على أحد ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي هذا ما قاله محمود درويش وهذا نص شعري قصيدة وليس نثرا موجودة قصيدة موجودة هذه قصيدة يا حمزة على المتقارب كيف تزعم أنه نثرا نعم لكن أقول لك تراجع ما قاله نعم سأتراجع هذه قصيدة ولكن درويش قال أنا أتعلم من قصيدة النثر في بعض هكذا أسماها درويش قال أنا أتعلم من قصيدة النثر ولكن درويش أسماها قصيدة النثر ولكن لا أعرف على أي أساس سماها قصيدة هو رأي الشخص كما أقول رأيي كما أختلف معك برأيي كما يتحدث الأستاذ مع رأيي نحن نتحدث نطرح آراءنا كنت ستقنعني ولكن هما فناني مختلفان أنا سأخنعك طبعا الشعر أقصر من النثر لماذا سمي شعرا؟ لأنه يختصر الموابع قصيدة واحدة تغنيك عن كتاب بيت من الشعر يغنيك عن صفحات من كتاب لذلك الشعر مختصر أما النثر تعبير باللغة في كتب التاريخ نثر والقصة نثر والرواية نثر والمقالة نثر وبرع في النثر كثيرون من الأدباء العرام أكيد لا نختلف على هذا والمنفلوط والعقاد وغيرهم وهناك كتاب الرواية الآن الموجودين الذين تفوزوا رواياتهم أكيد كلهم يكتبون النثر الراقي الجميل الجيد الشعر مختصر النثر وقد تناول النثر الكثير من القضايا العربية والتاريخية ويستطيع التعبير أكثر من الشعر ولكن بإشهاب صيد محمد أنت تتحدث عن النثر بإندماجه واشتباكه مع أشكال وأجناس أخرى من الأدب مثل المسرح مثل الخاطرة مثل القصة مثل الرواية كلها هذه تدخل في باب النثر أيضا المسرح ذكرت المسرح المسرح هي نثر وهناك المسرحية الشعرية لسنا مختلفين يعني المسرح يتناول المسرحية النثرية التي بها حوار وسيناريو وأيضا الحوار والسيناريو أيضا يتضمن الشعر هناك مسرحية شعرية كلام جميل كلام جميل الآن نحن نتناقش كما التفاق حينما أريد أن أستشهد أو أستدل أو أريد أن أثبت فكرة ما أحضر بيتا من الشعر هذا متفقون عليه تجري الرياح بما لا تجري بما لا تجتهي السفر بما لا تجتهي السفر مثلا إلى آخره وفز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس ما يغتا وأهل العلم أحياه إذا رأيت نيوبا ليس ضحكة فلا تظن النار ليس يبتسم والأبيات والشواهد عديدة أحضر لي شاهدا واحدا من نص نثري يستخدمه العرب في موقف معين حتى أصدق أن النثر يمكن أن يطاول الشعر كثير لا تحضر لماذا لم تحضر لا تحضر لأنه طويلة كما قلت لك يعني فيها طول أعطني سطرا واحدا تستشهد به من النثر أحيانا لا يحضرني الآن ولكن ماذا الحزن عندما تريد أن تصور الحزن وتصوره في صفحة أو صفحتين ماذا يقول نزار قباني بل قيسوا إن الحزن يثقبني شعر 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 ولكن يعني أستاذ محمد تريد أن تدلل على النثر وأن فيه شواهد وتستعير لغة عربية تستعير الشعر بل قيسوا إن الحزن يثقبني هذه اقتطفتها وأصبحت نذرة يعني أنا أقول لك النثر يستطيع أن يعبر بكلمات موجزة أحيانا لماذا تختصر الروايات لماذا تختصر الروايات لأن المختصر للرواية يعطيك الهدف من القصة أو الرواية فيلغي الكثير من الفقرات وتختصر الرواية الشعر يختصر يختصر المواضيع الشعر لا تستطيع أن تلغي منه بيتا صحيح القصيدة لا تستطيع أن تلغي منها بيتا ولكن نص النثر تستطيع أن تختزل نعم أريني اختزالك أعطنا أريني اقرأ علينا ما تحب سنسمع نثر نعم سنسمع نثرا يلا نسمع نثرا تطور كأنها المدينة عندما تكتشف عطرا في القصيدة الحنين المشرد المزل والمدفعية تكتشف أقوى من صوت الحروب أعظم من التاريخ أهدأ من لذة القبل حي على السلام حي على السلام هنا سرخت في المدى وفي حنجرة ألف وطن وفي خافقي ألف حلم هنا عرفت نفسي من أنا عرفت نفسي من أنا جميل كلمات جميلة كلمات جميلة ولكن حتى لا يؤخذنا النثرون نقول أن النثر له أيضا فنونه الداخل فيه يعني هناك السجع هناك المحسنات البديعية وهناك نعم يعني داخل لكنها ليست فنون أصيلة مبتدعة من جماعة أو من أهل أو من من يكتبون النثر كلها موجودة في الشعر العربي منذ القدم صحي صحي يعني هم اقتبسوها من الشعر وجاءوا ليطلقوا عليها مسمى جرس موسيقى على أي حال لكن هناك ملاحظة كلما عدت إليك تستوقفني و كلما عدت استوقفتني الآن في اللغة كلما ما يتبع كلما كله يأخذ الماضي فعل الماضي لا يأخذ فعل المضارع كلما عدت استوقفتني أو استوقفني طيب الآن يعني هناك شيء يستخز نعم لديك صراحة أستاذ محمد حضرتك ترى أن النثر أوسع نعم لكن ربما حسب ما وصلني النثر بالفنون مجتمع المسرح الرواية القصة الخاطرة وليس فقط النص النثرية الذي يقدمه بعض من يكتبون النثر على أنه قصيدة فلا تقصد هذا أليس كذلك؟ طبعا لا أقصد هذا النثر الذي يكتب كقصيدة أيضا أيضا نثر يعني ما سمعناه من الأستاذ حمزة فعلا صور بديعة وجميلة ولكنه لا أخرج عن إطار النثر لكن السلامة اللغوية أو أحيانا هناك يعني اشتراطات لكل علم هذا موضوع آخر حتى وإن كان فن النثر نعم يعني كأن هناك كثير من الناس لديهم مشكلة أنني أريد أن يطلق علي كذا أريد أن يطلق علي مسمى كذا لقب كذا وصف كذا هل المشكلة هل مشكلتنا في المنطقة العربية أقصد جمهور الكتاب والأدباء والمبدعين هل المشكلة فعلا أن أنا بحاجة إلى ألقاب أم أنا لدينا نقص أم أن هناك مسألة تتجاوز هذه المسميات أنت تحدث عن اللغة داخل النص نعم اللغة داخل النص الاشتغال على اللغة لا تقديم نص مثلا تستطيع النثر يقبل الخطأ في اللغة بالتسكين الشعر لا يقبل الخطأ في اللغة بيت واحد خطأ في اللغة يلغي القصيدة النثر يقبل الخطأ يقبل الخطأ الشعر لا يقبل الشعر لا يقبل الخطأ أبدا تريد أن تقول لي بطريقة أو بأخرى أن النثر درجة ثانية لماذا تصنع اصطدام بين الشعر والنتر أنا لا أصنع اصطدام بين الشعر والنتر هو يستطيع أن يسكن هذا يعني ما فهمته من القول أو هذا ما وصلني الشعر لا يتقبل الخطأ صحيح بينما النثر ربما يتقبل الخطأ الشعر الذي لا يتقبل الخطأ نريد أن نسمعه الآن الشعر الذي لا يتقبل الخطأ هذه القصيدة اجتماعية اجتماعيات تمثل شيخ كبير في السن في الطخوة يشرب الشاي بالشاي راح يذيب القندة في فمه القند هو مكعبات السكر وهناك أناس في الخليج يضعون مكعب السكر ثم يشربون الشاي هذه يعني طبيعية عادة عن بعض النار بالشاي راح يذيب القندة في فمه وقطرة لمعت في الشيب من شنبه أنأت أصابعه في الرشف خنصره بخاتم حبره كم جال في كتبه خطوط أوجانه في بعضها أرق وبعضها يكتم الأوجاع من غضبه فوق استكانته الاستكانة هي كوب الشاي فوق استكانته لاحظ طفولته قد كان أولها الإغراق في طربه يفك أغنية من حبل أغنية والبدر أسرى به ليلا إلى شهبه تشده نجمة أخرى تسابقه أخرى قد اشتعلت بالشوق من سببه ألقى عصاه فشق البحر أذرعه وشاطئ الوجد بالأحضان رحب به من صفحة الشاي عين بصبا برقت وناصفته لهيب النار في حطب زفت له أمنيات الفجر في طبق غار النهار وبدر الليل من ذهب لكن لحن الأمان كف عازفه والجمر أضحى رمادا خف في لهب ستون كالبرق تخلي من دقائقها هل يكمل الشاي؟ هذا زاد من غيبه فها هي الشمس نحو الغرب تنذره وكاتب الراحلين اشتد في طلبه جميل هل اكتشفت شيئا في هذه القصيدة؟ كل الجمال فيه أنا اكتشفت شيئا وأنا أقرأه خطأ لم تصحه لي أنت لم أصحه لك نعم ليست مهمة التصحيح أنا هنا أناقش خطأ تشكيل ليس وزن نتحدث نعم صحيح لا مشكلة هو خطأ تشكيل ليس وزن ولكن مرت ولم أرد أن أعيدها بعد قليل ستخبروني عنه هو طبعا يقول من من صفحة الشاي عين بالصبا برقة لأن برقة يبرق فأنا قلتها برقة برقة لا فرق نعم طبعا الحديث مستمر وهو حديث وديه أخوين مثل ما اتفقنا نحن نتناقش لا أكثر ونتابع هذا الحديث هناك حديث حصل بيني وبين أحدهم من فترة أصدقائي يعني قلت له ربما يكون تصوري فيه تطرف وربما يكون فيه قراءة للواقع وربما يكون غير ذلك قلت له قبل مئة سنة كان الشعر بشكل ما والآن الشعر بشكل مختلف يعني يصلنا فيه تعديلات فيه ترتيبات فيه صور فيه بلاغة فيه طريقة جديدة فيه خالي أنفاس أصحاب هذا العصر أو هذه البيئة التي نعيش فيها إلى آخره قلت له أنا أجزم أن الذين يصرون على تسمية النثر بقصيدة إنما يريدون أن يصنعوا من أبناء الأمة الذين سيحضرون بعد خمسين أو مئة عام مسوخاً لا يعرفون العمود من الشعر الحقيقي من المكسور من النثر من المسرح من 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 على اختلاف الفنون يريدون أن يشوه الفنون العربية حتى نبدو أمة لا تاريخ لها ولا مستقر فتحت باباً واسعاً فعلاً فتحت باباً واسعاً هناك المغرضون أو الهجمات الممنهجة لمحاربة اللغة العربية والإسلام القرآن طبعاً هو سد في وجه هذه المحاولات خائط صد نعم نعم سد منيع مدام هناك قراء رمضان ويقرأون الشباب ويستفسرون عن هناك جدر أخرى تقف أمام هذه الحجمات ألا وهي الشعر وأيضاً النثر أنت مجامل كبير أنت تريدني أن أصطدم لا أريدك أن تصطدم لكن النثر شيء والشعر شيء صحيح والشعر الفصيح سد من هذه السدود أمام الهجمات المغرضة للنيل من اللغة العربية والشعر الشعر ديوان العرب نعم والنثر النثر هو الحداثة ما بعد الشعر ولكن نسميه شعران رغم جماليات الصور الشعرية التي أحياناً في بعض الأحيان تفوق حتى ما جاء به في العمود أو في التفعيلات حمزة هناك نصوص شعرية نصوص موزونة نصوص عمودية يعني لا تخجل من صفع من يكتبها لا علاقة لها بالشعر بل هي تسيء للشعر لا تضيف قيمة أتفق معك تماماً لا أختلف معك بهذه الفكرة نعم أما موضوع المسميات لماذا لا نتجاوز لماذا لا يعتز صاحب فن بفنه فلا يسقط عليه مسمى فن آخر إنه بذلك يعترف اعترافاً صريحاً وإن لم يصرح به بأن الفن الذي يكتب به هو قاصر ضعيف عاجز عن أن يقدم نفسه بمسمى يليق به صحيح يعني لا أعلم أين الضعف هل الضعف بالنثر أم الضعف بمن يتبنون هذا الاتجاه الفكري والاتجاه الكتابي طبعاً في من يتبنون هل ضاق النثر هل النثر ضيق ليس ضيق أنا أتساءل والله أسأل نفسي قبل النثر ليس ضيق أوسع أوسع حتى من الشهر لكن أستاذ مصطفى لسهولة أو من يستسهلون الكتابة النثرية من يستسهلون نظراً لأن خارج عن قواعد البحور وكذا هناك أصبح هناك لدرجة أصبح هناك إسفاف حقيقي في الكتابة النثرية وأصبح باب للكتاب والنقاد القسيدة العمودية والتفعيلة أنهم يأخذونها كنموذج ويقولوا هذا ما جاء به النثر يا سلام هذا تصريح خطير أنت تقول هناك استسهال لكتابة النثر جداً استسهال جداً كما هناك أستاذ مصطفى كما هناك نظم في الشعر صحيح لا نختلف بالعكس أكثر من ينتفضون ويحنقون ويغضبون بوجوه النظامين هم الذين يكتبون الشعر العمودي والموزون ويقولون لهم إنكم عبء على المشهد وزيادة اذهبوا وتعلموا أصول هذا الفن اكتبوا الشعر انطلاقاً من ملامسة وجدانية حقيقية لا أن تصفوا الكلمات صفاً صحيح أهل الشعر هم أول المنتفضين على الأدعياء والدخلاء صحيح لكن أنت هنا تقول صديق حمزة وبكل صراحة هناك من استسهل الكتابة النثرية إذن لماذا؟ لأنهم أو لأنه يصعب عليهم أن يمتطوا أمواج الشعر لا أعتقد وإنما لا أعتقد يعني الشعر النثر إذا أراد أن يقول الشعر يستطيع أن يتعلمه يعني ليس هناك صعوبة مثلاً لما يتعلم بحر بسيط ويقول عليه قصيدة أصبح شي غيراً إذن التسرع ربما والرغبة بالظهور إلى الناس والرغبة بأن يكون له اسم هو الذي يجعله يغض الطرف عن كل اشتراطات هذا العلم وعن كل قواعده وما ينبغي أن يتعلمه وأدواته مستعجلاً قطف الثمرة حتى يقال له شاعر أو أديب أو ناثر صحيح فألاً وهناك من الناشئين الذين يريدون أن يصبحوا شعر دون دراسة أوعد الشعر ودون دراسة اللغة اللغة العربية الفصحة بأواعدها السليمة ويكتب تقول له هذا البيت مكسورة أو هذه اللغة مكسورة يعني يغضب يعني تعطيه معلومة فيغضب من المعلومة يغضب لا تعطيه رأياً نعم إنما تقدم له معلومة قطعية الدلالة واضحة نعم فيغضب منها فيغضب منها مشكلتنا كبيرة مشكلتنا كبيرة إلى درجة ليست هي فيها سنت ليست مشكلتنا أبداً لا الغزل الغزل تريد أن تسمع غزل تريد أن نسمع أي شيء منك كل شيء منك جميل قالت أأنت نبست باسمي قلت صح لما نطقت حروفه صدر شرح الغيم أمطر ليلكاً من جرس بوحي والحنين بمهجتي ملأ القدح حرف على قيثار لحظك قد شد وتلاه حرف بالتفاتك قد صدح تتشجرين وتورقين وتزهرين وتثمرين بخاطري أن ناصرح منذ افترقنا والخواء يجسد الأوهام لي تجتاحني شبحاً شبحاً يدنون قرص الشمس نحوي تارة وبلحظة يبدون لي وجهاً كلح متنمرون يلطخون اللوحة الجذل دماً من خافقي غدراً سفح وأنا أكابد حسرة الماضين نحو قميصهم وبأضلعي كيل طفح أدركت يا أيوب صبر الغارمين وكلما لم لمت أشلائي فدح فقبعت في جب الأساء أترقب الأمراس تهوي بالدلاء وبالمرح وأصيخ سمعي للخطى فوق الحصاء لكن صبري تحت وطأتهم رزح متهور هذا الزمان وكلما أسنت أشرعتي لشاطئه جنح في قفره ترتد أصداء الرحيل ووعده كسرى بقفر قد لمح وتوطنت فيه الرياح عواصفاً وبه هجير البعد في اللقيا لفح ومسافر في ليله صب أنا والبدر في سهدي سمير مقترح الله 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 تتناهب الظلمات شكي كلما آويت نجماً بين أضلاعي جرح أدنيت شاطئ لحظة كنا به أرجوه طيفاً في ظلام السهدي شح فأقام موج البحر حفلاً للرؤى ونبست باسمك فأتلى صوت الفرح هذا الصوت الذي نحب وهذا هو الشعر وعودة إلى النثر لكن من باب الرأي والنقاش القائم على فكرة المحبة كما نحن متفقان دائماً صديقي حمزة هناك يعني مجموعة منغلقة على ذاتها لا تكتب إلا الشعر وهناك من هم منغلقون على ذاتهم أيضاً لا يكتبون إلا النثر وهناك من يجمع بين الاثنين لا أقول يمزش أعتذر عن هذه المفردة وهناك من يجمع بين الفنين وتجاوزهما أو كتب أيضاً في فنون أخرى لكن هناك معضلة أكبر وهي إقصاء الآخر إلغاء الآخر التطاول على الآخر بمعنى الآخر أو بلفظ آخر لا يحصل الصعود على أكتاف الآخرين أنت ترى هكذا أنا أراه هكذا يعني البعض يحطم الآخر ليسعد على ظهره هناك شكل من أشكال الإقصاء طبعاً وهو واضح متجلي على فكرة خاصة في الساحة العربية أقول لك هناك من يقولون أو يهاجبون حتى من خلال صفحاتهم وأن أتابع صفحاتهم فيسبوكية والله يكفرون هذه الكتابة النثرية يا رجل ولا يعطونها أي صفة لكن هناك أيضاً يعني أنا لا أتهم هؤلاء الذين يتحدث عنهم وبنفس الوقت لا أعذرهم لكن أكيد لديهم أسبابهم ولديهم ما يبررونه لتصرفاتهم ولتصريحاتهم أو لأقوالهم التي طرحوها لكن أيضاً هناك نصوص نثرية فيها تجاوزات على تقاليدنا على عاداتنا على أخلاقنا على ديننا على معتقداتنا على ماضينا وعلى تراثنا هناك حالة انقلابية تجدها أحياناً حتى في الشعر وأيضاً من الطرف الآخر يعني من يؤيد رأينا وفكرنا وهو في الطرف الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم مدحة من قبل مسيحي أنا معك أنا معك لا بأس في ذلك يا أستاذ محمد لا أختلف معك لكن الشعر يظل قالباً عربياً أصيلاً غير مستورد لا العرب أهواؤهم تختلف ومعتقداتهم أيضاً تختلف لا بأس في ذلك لكن الشعر قالبه عربي أصيل أما النثر هذا يختلف فيما يسمى بالنص النثرية أو القصيدة النثرية ليست جذورها عربية وإنما هي مستوردة وإنما هي تقليل هي مقلدة مقلدة لنصوص من مدارس فرنسية من مدارس إسبانية من مدارس يونانية وكذلك إنجليزية وأرانية لا يهم لكن اللغة سليمة اللغة العربية سليمة في النص لا أتحدث عن اللغة والسلامة يا أستاذ محمد إذن تتحدث عن وجود الحضارة الأخرى في النص النثري يعني ترجمت مثلاً شاكسبير أو راسين أو الكتاب إلى اللغة العربية هذا فعل وجهد حضاري جميل بالعكس هذا يشكر عليه من يفعله أنا أتحدث عن فكرة الجذور والأصول الشعر ديوان العرب الموزون المقفى الذي يؤدي إلى معنى نعم ويتكون من صدر وعجز صحيح هذا قالب عربي صرف صحيح خالص نعم لكن النثر ليس كذلك صحيح أتفق معك طبعاً كيف تريد لي أن أرتدي ثياباً مستوردة وأنا لدي ثيابي صحيح نحن دخلنا في موضوع العادات والتقاليد والثقافة والمعتقد وكذا نحن نتحدث عن النص كشعر ونثر يعني بغض النظر عن محتواه بغض النظر عن محتواه إذن فليقدم كاتب النثر نصاً نثرياً ينسجم مع البيئة ينسجم مع العقيدة التي نعتقدها ينسجم مع أخلاقنا مع عاداتنا مع تقاليدنا ليس شرطاً يعني أنت تدعو إلى الانقلاب على هذه الملادات؟ لا 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 هذا يعتمد على القاص أو الأديب أو النثر وبيئته التي هو فيها هذا لا أنا أتحدث عن النص النثري أو الشعري كنص لغة ووزن وصور بديعة تمام استوردنا هذه مثلاً فرضاً هذا الكوب صنع بالخارج نعم وضعنا به ماذا؟ وضعنا به ماء ماء نعم إذن ينسجم مع عاداتنا ولا خلاف على ذلك واستخدمنا هذا المنتج الذي جاءنا من دولة خارجية بطريقة جميلة لكن لا تختلف مع عاداتنا ولا تقفاتنا ولا أخلاقنا لا تستطيع أن تمنع شاعر لا أتحدث عن المنع لا تستطيع أن تمنع شاعر معتقداته تختلف عن معتقداتك أن يقول بلغتك لا أمنعه لكن لا يفرضها علي ويقول لي هذا هو الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه هذا الفن هناك من يريد أن يقول النثر لا يصح إلا إذا تجاوزت على الله إلا إذا هدمت الموروث إلا إذا تجنيت على العقيدة إلا إذا قدمت طرقاً مختلفة لفكر مشوه تفرضه على العامة هناك من يقول بذلك تختلف ما يا حمزة بذلك أم تتفق؟ أنت حر لا أتفق معك سيد مصطفى جداً ولكن في مسألة أن النثر ليس أصوله عربية هذا حقيقة أن فن النثر ولو أننا استخدمناه بلغتنا عربية كتبناه باللغة العربية ولكن أصوله ليست عربية يعني من شعر بترجم من أوروبا ومن أمريكا ومن إلى ذلك ولكن لو عدنا إلى الاختلاف بين النثر والشعر من يتصدرون المشهد؟ من يروجون إلى هذا الخلاف أو الاختلاف؟ هم أساؤوا كثيراً للكتابة النثرية وكذلك النثرون أساؤوا إلى نعم كأن هناك انزعاجاً من كلامك من طرف الاستساهم قشب نشاعد الإيادي هل كتب شعراً أم نثران؟ كتب نثران كتب نثران؟ نعم لكن كان نادراً ليس كعادثة حربي نتحدث وأصله عربي نتحدث عن ما يسمونه قصيدة قصيدة نثر هذا محور حديثنا لا نتحدث عن النثر البحر الواسع الذي يشمل المسرح والرواية والقصة والقصة القصيرة والخاطرة والومضة لا نتحدث عن هذا لغتنا أصلاً لغة منثورة قصيدة النثر قصيدة النثر ما يسمونها كذا هي قبل قصيدة النثر الموجودة في التلاث العربي نعم لماذا محترض على تسمية النص النثر القصيدة؟ لأن جذوره ليست عربية ولأن ما اصطلح عليه العرب منذ القدم ومنذ فجر القصيدة العربية منذ أن بدأ العرب يكتبون على البحور قبل أن يقاعد لها الخليل بن أحمد الفراهدي لأنها لم تكن موجودة لم يصطلح عليها شعراء ماضينا حتى نصطلح عليها اليوم لماذا يلصق بها هذا الاسم؟ هي ليست قصيدة القصيدة التي تنشد الشعر إنشاد أين الإنشاد في النثر؟ الموسيقى الداخلية أي موسيقى داخلية؟ إذا كلمتهم يقول لك هناك موسيقى داخلية في النص وهل هذا يقنع؟ هذا لا يقنع ولكن هناك كلام جميل لا نختلف على أنه كلام جميل حتى أسميه قصيدة ألا يجب أن يكون هناك موسيقى خارجية موسيقى قالب موسيقي؟ النص القرآني نثره ما الذي يحمل القصيدة؟ لا يمكن الوصول إليه من البشر وهو يحمل ليس أنت ترى أن النص القرآني نثر؟ طبعا القرآن قرآن القرآن قرآن والنثر نثر والشعر شعر قرآن ولكنه ليس الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي وما ينبغي له هو ليس الشعر ولكن طبعا جرسه يختلف عن جرس البشر أنا معك لكن هناك جرس وكلام جميل السجر لما تسمع سجر يحس أنه يقول شعر كأنه يقول شعر ولكنه ليس شعر نعم كأنه يقول شعر ولكنه ليس شعرا وهذه قطعة بسكويت ليس كذلك؟ نعم كأس ماء كأس ماء كيف تريد لي أن أسمي نصا نثريا بأنه قصيدة وهو ليس كذلك؟ كيف أطلق على هذا الكتاب بأنه لوحة غنائية مثلا لبيت هوفن أو معزوفة غنائية لبيت هوفن وهو ليس كذلك؟ كيف تريد لي أن أعتبر هذه الورقة لوحة رسمها مثلا بكاسو وهي ليست كذلك؟ الورقة ورقة الكتاب كتاب الكأس كأس القصيدة قصيدة والنص نص لماذا نريد أن نشوها المصطلحة؟ إذن هي فنون 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 مختلفة فنون تتداخل تتداخل من ناحية شعورية من ناحية فكرية ربما من ناحية أيضا جمالية لكن ينبغي أن لا يكون هناك سط على المسميات صحيح حينما أسمي النثر نصا نثريا فأنا أحترمه وأعترف بأنه فن قائم بذاته لكن حينما أقول هذه قصيدة شعرية لأنها من حق للشعر نعم وهذه قصيدة نثرية صحيح إذن أنا أهين النثر وأعده وأقدمه على أساس أنه قاصر لا شك صحيح هل النثر قاصر؟ لا ليس قاصر النثر ليس قاصر لا قا هل هناك ما يعيب كاتب النثر أن يقول نص نثري؟ أنا أريد أن أقدم لكم نصا نثريا؟ مقطوعة نثرية؟ أم أن الفكرة فيها مزاحمة للشاعر على فكرة القصيدة يعني؟ لأن الشاعر يكتب قصيدة فنريد أن نسميها قصيدة لأن الشاعر الذي يقرأ الموزون والمقفى أو التفعيلة يقدمه الجمهور في الفعاليات على أنه شاعر فنريد كذلك هذه الفكرة حتى نزحمهم ونسمى شعراء ما المعيب بأن أسمى أديبا؟ لا شيء لا عيب لا عيبة في المسألة هناك شعراء يكتبون الرواية يسمى شاعر وروائي نحن متفقون على ذلك إنما النثر مثل هذا النثر الجميل نسميه مثلا شاعر لأنه قال الشعر الفصيح وقال النثر الجميل لكن الذي يكتب النثر ولم يكتب الشعر نسميه ماذا؟ نعم نسميه أديب ناثر نسميه أو أديب أو أديب نعم لا نأس في ذلك يظل هذا الجدل إن شاء الله مستمر أنت تريد له أن يستمر إذن؟ لا أريده أن يستمر لأنه حضاري لأنه حضاري والأجيار القادمة ستكتشف فعلا الفرق بين الشعر والنثر والتداخل الذي بينهما وتميزه الشعر ديوان العرب الشعر ديوان كان وسيبقى نعم ونحن كلنا متفقون على ذلك صحيح والنثر فن جميل قائم بذاته صحيح أو شاعرية تعلو بعض النصوص الشعرية لكن هذا لا يخول من يكتب النصوص النثرية أن يسميها شعرا ولا أن يطلق على كتابه ديوان شعري وهو نثر ولا يقال القصيدة الشعرية صحيح إذا أردنا أن القصيدة النثرية ولا يقال القصيدة النثرية النصوص النثرية أو النصوص النثرية نعم 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 وقصائد شعرية وقصائد شعرية إذن نحن اتفقنا وتوافقنا على ذلك صحيح هناك نصوص شعر أو قصائد شعر وهناك نصوص نثر وعل هذا الحديث الذي بيننا إن شاء الله أكيد إن شاء الله يصل أو يرقى بالنشأ والشباب الذين هم مهتمون بالشعر والنثر واللغة ويصلوا إن شاء الله إلى مستويات تشرفوا الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر